يمد دي على أمه ويرمي الرطب في وجهها والله شيء مؤلم جدا يا أم عبدالله أنت عندك الآن موضوع مهم أنك تنقذين ولدك لأن ولدك الآن يعيش تحت لعنة الله وصخط الله وغضب الله وأنا عرف أن هذا الكلام غليظ ويمكن يألمك أيضا لكن هذا الواقع هذا الواقع الله عز وجل قال وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا الله عز وجل قال حتى لو كان الوالدين كفار قال وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا مَعْرُوف اسم جامع لكل خير اتقدم الوالديك لكل خير يدخل السرور على والديك أما ولدك هذا الآن يعيش تحت لعنة الله وغضب الله وما يدري متى يأتيه الغضب من الله والعقوبة من الله هو الآن في صالة انتظار ينتظر العقوبة هذا مو بكلامي هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عقوبات معجلات ثلاث عقوبات معجلات منها قطيعة الرحم والبغي وابنك هذا والعياذ بالله ارتكب ذنب عظيم وإثم خطير الآن اشتغلي على الرضا عليه ارضي عليه ارضي عليهم عبد الله لأنه إذا ما رضيت عليه ستنزل العقوبة